وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائي الرئيسية وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين بتحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق وعائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارات الداخلية ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عامي جهزي مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة موقف مخزون سلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وكذلك زراعات المحاصيل للموسم الزراعي الحالي وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع استلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الأغذي في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية حيث استعرض الدكتور علي المصلحي في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز والذي يكفي الاحتياطي منهم لمدة من أربعة إلى ستة أشهر فضلا عن المتوفر من اللحوم الطازقة والدواجن والذي يكفي لمدة عام كامل وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتغزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة كما تابع السيد الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح 2022-2023 على مستوى الجمهورية موجها سيادته بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائد اقتصاديا مبزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح أضف المتحدث الرسمي أن اللواء وليد أبو المجد أعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية خاصة مزرعة وادي الشيح بمحافظة أسيوت والتي تشمل زراعة القمح بأفضل تكنولوجيا الزراع الرقمية الدقيقة إلى جانب عدد من الزراعات الأخرى كالموالح والذرع كما تم ضم مزرعة انتاج حيواني من أهل سلالات انتاج اللحوم فضلا عن الانتاج الداجني والاستزراع السمكي وكذلك عدد من المصانع التي تهدف إلى تعظيم قيمة الزراعات داخل المزرعة كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة الذي يضم ستة مصانع متنوعة لتغطية الانتاج المحلي والتصدير وذلك بالتعاون مع الخبرة الألمانية العريقة المتمثلة في شركة تيسين كروب العالمية تبع السيد الرئيس أيضا الموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي سواء من حيث محتويات الوجبة وتكلفة انتاجها وسبل توزيعها على مختلف المراحل العمرية بالمدارس واطلع السيد الرئيس كذلك على موقف مشروع مراكز تجميع البلازمة على مستوى الجمهورية سواء من ناحية الانشاء أو التجهيز وكذلك الحرص على اتباع أعلى معيير الجودة في تجميع البلازمة ترجمة نانسي قنقر